من أجل إفريقيا آمنة، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد هو عنوان الملتقى الدولي الذي يفتتح اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لعيد الاستقلال الملتقى الذي تنظمه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على مدى يومين كاملين بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يندرج ضمن ناشطات اللجنة الوزرية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوى لحظر الألغام